السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التعديم واللجول في حصرية عن طريق قناتنا. طبعا بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التعديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا. يريد تعمل وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التعديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في امريكا. تمام كده? بالنسبة للدولة مقدمة لهذه المنحة واللي هيكون فيها التدريب هي دولة الولايات المتحدة الامريكية. طيب بالنسبة للجهة المنحة. الجهة المنحة هي تمام? ده اسم لبرنامج اللي هيتم الاندمام فيه للتدريب. طيب البرنامج ده او التدريب ده هيكون مدة وقت ايه? مدة التدريب ده هي اربع شهور. تمام? التدريب ده هيبدأ من اغسطس 2021 حتى ديسمبر الفين واحد وعشرين. تمام? طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم. الدول المتاحة للتقديم هي الدول العربية ومعظم دول العالم. في دول كتيرة جدا متاحة للتقديم ومعظم الدول العربية متاحة للتقديم زي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسعودية الكويت قطر. يعني نقول ان آآ معظم الدول العربية متاح. تمام? آآ طيب. بالنسبة ليه التمويل في هذه الفرصة? تمويل هذه الفرصة تمويل صراحة ممتاز اول حاجة في التمويل وان يعني من الصعب تلاقيها في منح او فرص كتيرة هي دعم التأشيرة هيكون فيه دعم للتأشيرة اللي هي فيزي الدخول امريكا طبعا اصعب حاجة هي انك تحصل على التأشيرة بدون تعقيدات بدون حساب بنكي بدون رفض لكن بالنسبة لهذه المنحة ازا تم قبولك فيها هي بتوفر لك التأشيرة كاملة انت مش هتدفع اي تكاليف ليها او حتى هتواجه اي تعقيدات لانك هتاخد تأشيرة من نوع جي وان تمام وده نوع التأشيرة يعني بيسمح لك لدخول امريكا والقضاء كبير فيها اا والمنحة توفره لك ان تريه صفارة ومش هيكون في اي تعقيدات ولا طلب لحساب بنكي ولا اي شيء فدي تعتبر من اهم مميزات المنحة طيب ايه كمان بالنسبة لمنحة دي هتوفر لك الصفر زهاب واي من المدينة الرئيسية يعني المدينة بتاعتك او البلدك الى الولايات المتحدة الامريكية يعني بالنسبة لتذكر الطيران انت كمان مش هتدفع اي تكاليف لها كمان هيكون فيه بدل شهري اللي هو هيكون فيه زي راتب شهري كبير الراتب الشهري ده يغطي لك السكن وجبات الطعام ونفقات المعيشة واي تكاليف اخرى الراتب الشهري ده يغطي لك لان الراتب الشهري اللي هم بيدوه بيدو راتب بيدو راتب كبير جدا هم ما قالوش الراتب كام تحديدا ولكن الراتب الشهري ده هيكفيك وهيكفيك كل آآ آآ نفقات المعيشة اللي انت محتاجة هناك. طيب هيكون فيه كمان التأمين ضد الحوادث والمرض لقدر الله ازا حادث لك حادث او ازا مرت. فآآ هيكون تكاليف العلاج على حساب المنحة. انت مش تدفع اي تكاليف لها. تمام كده? طيب. بالنسبة ليه? الهدف من البرنامج ده? التدريب ده هدف وايه? الهدف من البرنامج او التدريب في الولايات المتحدة الامريكية هو العمل على تحسين المجتمعات من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالبيئة والتسامح وحل النزاعات والشفافية والمساءلة والمرأة. يعني بالنسبة للتدريب ده هيكون تدريب بشكل عام على يعني قضايا كتيرة جدا. يعني عايزين يخلوا الاشخاص اللي تنضم من البرنامج ده يكونوا اشخاص متفتحين آآ يكونوا مدركين للقضايا الموجودة في العالم. تمام? فبالتالي هو تدريب شامل لمعظم القضايا الموجودة في العالم. والتدريب ده مش محتاج ان انت يكون خريك تخصص معين او بتدرس حاجة معينة. هو متاح لجميع التخصصات. لان التدريب ده هو تدريب بشكل عام. انت هتاخده على اساس هتناقش مع الاشخاص المسؤولين على المنح هناك قضايا المجتمع. فبالتالي ما لهاش علاقة بتخصص. عشان ما حدش يقول لي طب انا بدرس طب انا بدرس عنده سينفع اقدم. ينفع تقدم لو انت حتى بتدرس اي تخصص مش فرقة. ولكن انت هتاخد تدريب متعلق بقضايا مجتمع وليس متعلقة بتخصص. طيب شروط التقديم في هزي المنحة. ركز بقى معي في الشروط. شروط التقديم. اول شرط يتراوح عمرك ما بين خمسة وعشرين وتمانية وتلاتين عام. ده شرط مهم يعني لازم انك تلتزم بهزا الشرط. سنك ما يكونش اقل من خمسة وعشرين ولا يكون اكتر من تمانية وتلاتين. تمام كده? طيب. يكون لديك خبرة عملية سابقة في اي مجال سواء عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر او تطوع او غيره من من انشطة. يعني تكون مسلا اشتغلت اه اه شغل مسلا جانبي وانت بتدرس. يعني طول حياتك. تمام? تكون انت اشتغلت بعض الاعمال. اه زي مسلا اشتغلت في عمل تطوعي اشتغلت في شغل مدفوع الاجر. يعني هم عايزين اشخاص يكون عندها خبرة شوية في العمل. تمام? يكون اشتغلت بعض الاعمال. سواء اه كانت مدفوعة الاجر او غير مدفوعة مدفوعة الاجر او تطوع او اي نشاط عملته بحيث يعني تكون انت شركت في المجتمع بحاجة يعني متبقاش شخص انطوائي ما عملتش اي حاجة في حياتك لا تكون يعني عندك على الاقل ولا بخبرة قليلة في اي مجال او في اي عمل انت اشتغلت فيه تمام طيب ان تكون متاح للسفر الى الولايات المتحدة لمدة اربع شهور من اغسطس الى ديسمبر يعني لو حضرتك مش فاضي انك تسافر من اغسطس الى ديسمبر ما تقدمش للمنحة لازم انت يكون عندك اليقين خلاص انا من الفترة دي للفترة دي ممكن ادرس سافر عادي لو انت مش هتقدر تسافر يبقى خلاص ما تقدمش عشان ما تضيعش الفرصة على ناس تانية هي يعني ممكن انها محتاجة الفرصة دي اكتر منك تمام كده طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة في هذه المنحة اوراق المنحة اول حاجة فيه ابليكيشن للتقديم لازم تملأ الابليكيشن ده بشكل ممتاز تمام طيب الابليكيشن ده مطلوب جواه مقالات عديدة فيه قدة مقالات كده كتيرة شوية لازم تهتم بكتابة هذين مقالات بشكل ممتاز تمام آآ كمان مطلوب خطاب النية والسيرة الزاتية والاتنين دول مطلوبين بعد القبول يعني اذا تم قبولك يجب انك توفر خطاب نية بشكل ممتاز ويجب انك توفر السيرة الزاتية تمام اللي ياسي في بتاعك طيب هنا عمدنا ملاحظة هذه المنحة متاحة للجميع من طلاب وخريجيه من اي مرحلة دراسية واي تخصص يعني لو انت دلوقتي خريج دبلوم خريج بكالوريوس ماجستير دكتوراه لسه بتدرس في مرحلة دراسية حالية متاح لك التقديم هي المنحة دي او الفرصة دي ما لهاش اي علاقة بالمؤهل الدراسي او التخصص تمام كده طيب هذه المنحة لها تحتاج شارة لغة انجليزية عند التقديم لكن اذا تم قبولك في المنحة يجب ان توفر شارة لغة انجليزية لهم يعني ايه يعني التقديم المبدئي مش مطلوب منك انك تحط فيه شارة اللغة يبقى ينفع تقدم وانت مش معاك اي شهادة لغة تمام لكن لو انت تقابلت يجب انك توفر لهم شهادة بتثبت مستوك ودي حاجة كويسة جدا لان في مرح بتقول لك ايه لا لازم في الاول توفر لنا شارة اللغة وبتشترط عليك انك لازم عند التقديم توفر كده ولكن في هذه المنحة الوضع مختلف لانك هنا يعني حيديك حافز لو انت تقابلت في المنحة ساعتها هو وفر لهم الشهادة تمام ولو انت ما تقابلتش خلص انت مش خسرا حاجة يعني انت هتقدم في البداية ولو مش معاك شارة لغة هتقدم عادي ازا تم يقولك ده بيديك دافع اكتر انك يعني تبزل مجبود وتوفر شهادة اللغة الانجليزية له ولو بقى ما تقابلتش خلص يبقى انت كده ايه يعني ما يعني ممشتش في الموضوع بشكل كتير وبزلت مجبود كبير طيب اخر موعد للتقديم في هذه المنحة هو تسعة وعشرين اكتوبر الفين وعشرين ده اخر موعد تمام يبقى نركز في اخر موعد لانه يقول مسلا فاضل عليه شهر ولا حاجة والتقديم ينتهي اه وهنا عندنا ملاحظة اللي احنا كقناة منح من كل الالوان بنوفر خدمات اضافية تمام زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح اه في الخدمة التانية خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي بنجهز لك الاوراق اه المطلوبة في اي منحة وانت بتستخدم هذه الاوراق وتقدم بنفسك في اي منحة انت عايزة ولو عايز اي خدمة من هزين خدمات هتلاقي استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو او استمارة كل خدمة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو تملاها وان شاء الله بإذن الله هنتواصل معاك في خلال سلسة ايام طيب اه هنا عندنا الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل وهنا قدم الان ويا جماعة هقول حاجة كده سريعة بالنسبة الاعلان الرسمي وبالنسبة لابليكيشن التقديم هو بالنسبة لابليكيشن التقديم بلاش يعني الناس بتخش على التقديم بشكل سريع وفيه ناس ما بتكونش متناسبة مع المنحة بتخش تم لو خلاص وتقول خلينا اقدم وانا خسران ايه والكلام ده كله عشان فيه المؤخرا فيه منح بيتم نزولها على القناة وبعد كده السيرفر بيقف فجأة او موقع المنحة بيقف فجأة ده بسبب الضغط اللي بيحصل على الموقع والناس بتيجي تلومنا في الاخر انتو ما بتحبتوش لابليكيشن ليه مش احنا بنعمل كده احنا بنحطه عادي ولكن بيقف بسبب الضغط عليه من الطلبات بتاعت الاشخاص فانت لو مش مؤهل للمنحة ما تقدمش ليها شوف الشروط هل بتنطبق عليك ولا لا تمام طيب خلينا دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحة ونشوف ازاي اه التفاصيل اللي فيه تمام ده الموقع الرسمي للمنحة في كل التفاصيل وبيقول لك ان مفتوح دلوقتي وده تمام كل التفاصيل هتلاقي هنا السن مطلوبة بين خمسة وعشرين لتمانية وتلاتين كل التفاصيل هنا الدول المتاحة للتقديم دي اه دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا هتلاقي الجزائر البحرين مصر العراق اه الامارات لبنان ليبيا كل الدول العربية في هذه الجزئة تمام ده بالنسبة للدول المتاح للتقديم ايضا اه طيب دلوقتي بقى خلينا نروح لابليكيشن التقديم ونشوف اين اللي فيه هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان دي عشان يفتح معك ابليكيشن التقديم ابليكيشن التقديم مش معقد ولكن تحاول تهتم بكل التفاصيل الموجودة فيه تمام طيب انت دلوقتي كشخص داخل لأول مرة على الابليكيشن المفروض تعمل اكاونت على الابليكيشن هتروح تضغط على ستارت نيو ابليكيشن دي عشان تفتح ابليكيشن جديد او تعمل كريت اكاونت على ابليكيشن المنح تمام تضغط على انك موافق على كل الشروط بقتين تضغط على كلمة سابميت دي تمام وهنا بيطلب منك انك تكتب الايميل بتاعك تعمل كونفيرم الايميل تعمل كريت باسورد وبعدين بتعمل كريت اكاونت بعد كده لما بتعمل اكاونت على الموقع بتاخد الايميل وبتاخد الباسورد وبترجع تاني هنا تمام بترجع على جزئية اللوجين بتحط الايميل بتاعك تمام انا مسلا انا هكتب الايميل بتاعي وبعد كده احط الباسورد وبعد كده اضغط على كلمة ساين اندي تمام عشان ادخل للابليكيشن طيب انا هدخل دلوقتي للابليكيشن تمام في في الباسورد المشكلة طيب نضغط على كلمة ساين ان ده بتاعي هيظهر بالشكل ده مطلوب منك هنا كزا سيكشن تمام كل سيكشن من دول لازم تملاهم وبعد كده لما بتملا كل الحاجات دي بتضغط على كلمة سميت ابليكيشن وانت كده قدمت المنحة بنجاح كل جزئية من دول فيها حاجة اول جزئية بيكلمك على اسئلة يعني عامة كده تمام بيقول لك يعني على بتاعك بيقول لك اه ازاي سمعت عن المنحة دي تمام كده بعد كده بتضغط على كلمة رجوع بتخش على الخانة اللي بعدها هنا دي معلومات عنك بقى هنا بقى في الجزئية دي انت بتحط معلومات عنك بتحط جنسيتك ايه اه بتحط المدينة اللي انت مقيم فيها بتحط اه تاريخ ميلادك تمام بتحط اه الخبرة بتاعتك كم سنة مسلا في العمل او كده لو عندك خبرة عملية بتختار هل عندك خبرة عملية ولا ما عندكش خبرة. تمام? وبعد كده بتخش على الجزائية اللي بعدها الجزائية التالتة بيكلمك على التواصل معك هنا التواصل هيكون ازاي? اللي هو العنوان بتاعك تكتب عنوانك. آآ المدينة اللي انت فيها رقم التليفون الايميل بتاعك لو عندك بتحط آآ بتاعك ما عندكش خلاص بتسيب الجزائية دي فاضية. تمام? طيب بنخش بعد كده ع السكشن اللي بعده اللي هي لو عندك خبرة آآ عملية يعني لو سفرت الدولة آآ خارج دولتك الاصلية قبل كده بتحط الكلام ده هل انت سفرت الامريكا قبل كده ولا لا بتجيهوا على الاسئلة دي برضو تمام وهينا بالنسبة اللي هي الخلفية التعليمية بتاعتك انت خلصت ايه اخر حاجة خلصتها خلصت مدرسة ابتدائية وقفت ولا مدرسة سنوية ولا معاك دبلوم ولا آآ مخلص جامعة ولا ايه بالزبط سواء انت بتدرس او مخلص بتحط الجزئية اللي انت بتدرس فيها او الجزئية اللي انت خلصتها تمام كده وتحط طبعا معلومات عن التعليم بتاعك السابق او الحالي آآ وهنا بتتكلم عن اللي هي الخلفية العملية بتاعتك لو انت اشتغلت قبل كده شغل ما كان شغل ده نوعه ايه ايه المكان اللي انت اشتغلت فيه تمام طيب بعد كده بتخش على اللي هو لو عملت عمال تطوعية طبعا كل الجزئيات دي يا جماعة الجزئيات هي مش الزمية انت بتحاول اه لو انت ما عندكش آآ خبرة خلاص بتسيب تضغط على كلمة نو دي وبتعمل للجزئية دي تمام طيب آآ بعد كده بتخش على اخر الجزئيات دي بقى ودي بتعتبر من اصعب الجزئيات شوية لان هنا مطلوب فيها مقالات شوية كتير بص معايا بقى كل حاجة من دول يعني لازم تجاوب عليها بشكل كويس دي عدة مقالات دي اللي بتميز بقى شخص عن التاني فاهمت بيكلمك هنا ليه عايز تقدم للمنحة ازاي مهارات يعني المهارات بتاعتك آآ هتوظفها في خدمة المجتمع كل هزي الاشياء كل مقالة من دول اللي لازم تقرأها وتجاوب عليها بشكل منصق ومنظم تمام كده طيب ده بتاع المنحة بعد لما بتخلص كل ده بتيجي عند كلمة هنا وبتعمل وبعد كده بتوصلك رسالة على الايميل بتاعت تمام الرسالة دي آآ بتثبت انك قدمت للمنحة وبيقول لك ان في ستة نوفمبر الفين وعشرين هيعلنوا نتيجة الناس المقبولة في المنحة تمام؟ هتشوف الاستيتيو بتاعت الابليكيشن بتاعك بانت النتيجة هيتم اعلنها في ستة نوفمبر الفين وعشرين طيب كده شرحنا الابليكيشن بالكامل عرفنا التفاصيل من اهم مميزات المنحة انها بتوفر التأشيرة لجي وان لدخول امريكا تذكر الطيران آآ آآ كمان هيكون في راتب شهري التأمين كل هزي الاشياء هتكون على حساب المنحة ومسموح تقدم لو انت من اي مرحلة دراسية او من اي تخصص مسموحة ادي تمام؟ فلاحبين تقدموا للمنحة ريت وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والابليكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته